اليوم الأسود لفرنسا انتهى مع نهاية يوم السبت بعدما خلفت الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل حركة السدرات الصفراء إحراق المتاجر والسيارات في رابع موجة من الاحتجاجات التي تنظم في عطلة نهاية الأسبوع والتي هزت سلطة إمناويل ماكرون واشتبك محتجون مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس ورشقوا رجال الشرطة بالمقذوفات وأضرموا النار في السيارات وخربوا المتاجر والمطاعم التي تقدر خسائرها بنحو مليار يورو منذ اندلع الاحتجاجات كما شهدت الأسهم المرتبطة بالسياحة أسوأ أسبوع لها منذ شهور الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين لكنها واجهت عنفا أقل مما واجهته قبل أسبوع عندما شهدت العاصمة أسوأ اضطرابات منذ احتجاجات الطلبة عام 1968 من جانبه قال وزير الداخلية كريستوف كستانير إن عدد المحتجين في باريس بلغ نحو عشرة آلاف شخص في حين بلغ عددهم في أنحاء البلاد نحو 125 ألف متظاهر اعتقل منهم أكثر من 1700 متظاهر بدوره وفي أول تعليق وجه ماكرون على احتجاجات السبت الأسود الشكر لقوات الشرطة الفرنسية والتي بدورها نفذت حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين الذين نددوا بسياسات ماكرون وطالبوا برحيله عن السلطة ومنذ انطلاق الاحتجاجات يريد المحتجون من ماكرون تقديم المزيد لمساعدة الأسر التي تعاني من ضغوط شديدة بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وتغفيض الضرائب وزيادة المرتبات وخفض أسعار الطاقة وتحسين مخصصات التقاعد